أهلي ينتخب ضيفنا النهاردة اللي بشرفنا دكتور محمد رفة الهندوي مرشح لمقعد الشباب تحت السن دكتور محمد قبل الفاصل بعد ما استعرضنا المسيرة العلمية والرياضية ما شاء الله لحضرتك انت متواجد في فروع النادي المختلفة مضبوط فعندك احتكاك مباشر لو قلنا مثلا انت عايز تقول ايه لأعضاء الاهلي من خلال تواجدك في المقر الرئيسي في الجزيرة ايه اللي انت شايف تقدر تضيفه وايه اللي انت سامعه من العضاء فرع الجزيرة بيتكلموا شوية مش في حاجة اضافية لل ان حاجة تتعمل جديدة في النادي او في الفرع يعني ولكن هم بيتكلموا مثلا ان ليه ما فيش مثلا ليه ما نضيفش تايكوندو خصوصا هم شايفين مثلا ان في لعبة زي هدايا ملاك مثلا جابت برونزية في الأولمبياد طب معنا نعمل تايكوندو في النادي لاي انما كمنشقة حاجة في الجزيرة لا هم مش طالبين حاجة غير هي بعض المطالب الخدمية او مثلا نجدد هنا حاجة نعمل هنا حاجة كده مش اكتر من كده ايه اللي انت تملكه عايز تقوله لهم فراع الجزيرة او كانو بيطلبوا او مثلا ان يبقى فيه حمام سباحة مثلا تيم اه بما ان حمام سباحة اللي يبقى موجود ده بيبقى ليه علاقة اكتر بالفرق بس المساحة طبعا بالزبط. 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 عشان كده النادي دخل في التعاقل مع حمام من السباحة بتاع التربية والتعليم. ودخلوا ضمن الوحدة الاقتصادية. بالزبط. عشان يقدر يوفر ده للأعضاء. بالزبط. طبعا. 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 اكيد. اه هم كانوا طبعا بيأملوا ان ده يحصل جهنة دي ولكن طبعا صغر. دي جوالات حضرتك مع الأعضاء. اه بالزبط. يعني انت كلمنا عن مدينة نصر اكتر. اه مدينة نصر. لان انت كده شاهد ايانا على مراحل التطور الفرع يعني. بالزبط. اه انا من وانا طبعا صغير كان فيه ملاعب الكورة طبعا كتير جدا كنا بنلعب عليها. اه اه قلت شوية دلوقتي. اللي طبعا كثرت المنشآت اللي حصلت في الفترات اللي فاتت. اه ولكن اه ما بيتكلموا برضو ان احنا عايزين. مساء فيه منافسة ما بين مساء مدينة نصر والجزيرة. الجزيرة فيها جنباز. فمدينة نصر احنا عايزين جنباز. يعني مدينة نصر تكسب دلوقتي. اه. يعني حجم الانجازات والانشاءات في مدينة نصر. اه. يخلي الجزيرة هي اللي تغير. اه بالزبط. بل الجزيرة هي اللي تغير من المساحة. من المساحة والمرافق والملاعب. اه. بالزبط. مدينة نصر بقى عايزين برضو زي الجزيرة سكواش و جنباز. اه. يعني برضو. هي منافسة كويسة مدينة نصر فيها مساحات أن يتعمل فيها الكلام ده أكيد طبعا إنجاز الجراش ده كان مشكلة أزالية والحمد لله المجلس حلها تكلمني عنه فرق كتير مع فرق كتير جدا طبعا طبعا أنا واحد من الناس يعني أنا واحد من الأعضاء اللي من هنا صغير كنت ساعد تتعذب ما باخدش العربية يعني كنت باخد بقى تاكسي واروح لنادي عشان ما خليش راكنا دلوقتي الباركينج جوه النادي فالدنيا أمان أبوح حاجة جميلة بصراحة والبوابات يعني شايفين صور لقطات من الانشاءات اللي تمت وقواب النادي والأصوار على مستوى علي جدا بشكل طبعا صور النادي بالأمانات بالنسل اللي قدام البوابة طبعا حاجة جميلة جدا يعني تعدي كده كل يوم بس من قدام وتسلم بس في جمهور بيقول لي احنا بنحب نعدي من جنب النادي أنا بحب عدي أنا طريقي كل يوم للشغل من عند النسر كده من عند النسر واروح على شغل هلاطون تحب اللحظة دي وانت لحظة لحظة حلوة لحظة حلوة انت دايما بتعدي على حاجة ليه علاقة بالنادي الأهل أكيد والحقيقة كان شيء رائع جدا ان انت تحافظ على الشخصية الفنية المعمرية لكل الفروعة مزبوط يعني انك تعمل صور مدينة نصر والبوابة هو نفس الجزيرة هي نفس التجمع هو الشيخ زايد مزبوط لأي حد يعدي لا دا النادي الأهل مزبوط شخصيتك المعمرية والفنية بقت بتبان على كل الفروع طبعا بالأفكار الجديدة اللي بتظهر طبعا ومع التطور اللي موجود في العالم كله ان انت وأفكارك بتتطور معها فتبتدي تنفذ الكلام دا على النادي الأهلي وتقدر تنفذها بشكل كويس طبعا ان انت النادي الأهلي حولت الأسوار إلى مور الدخل بالزبط كده وفي كل الفروع طب قل لي برنامج حضرتك في الحتة الانشائية ايه اللي انت بتتطلع له يعني في الحتة الانشائية انا بتكلم شوية في مجالي مجالي الطبي اللي انا افهمه انا اخريج طب أسنين دايما كنت بشوف ان احنا ممكن في النادي الأهلي ان احنا يبقى عندنا منظومة طبية اه احترافية شوية اه تخدم للألعاب وتخدم العضاء اه فا فكرت في حاجة صغيرة كده ان ممكن فيما بعد تتذور لحاجة أكبر لحاجة مشروع استثمار احنا ممكن نبتديها بمبنى للعيادات المتخصصة حتى لو هتبقى العيادات دي هي العيادات الأساسية لنادي رياضي ده كثرة إصابات ملاعب ده كثرة عزوم مركز الأشعة مثلا ده كثرة التغذية أعتقد الحاجات دي هي اللي بيحتاجها دايما ده كثرة النفس ده كثرة الطب النفسي دي الحاجات اللي بيتطلبها مثلا بعض الألعاب ويهو ممكن انت برضو في نفس الوقت تخدم أعضاء النادي ان انت تقدر تنفذ